الهجس الرئيسي من هذا التحالف وتنمية المواطن المصر لأن كل الجهات الشريكة والموقع على المتاق هي جهات في المقام الأول بتخدم المواطن المصر الفكرة بسيطة للغاية جمعيات تعمل في مجال عملها وبنشاط وهم إذا ما تعاونت مع الجمعيات الأخرى سيكون العائد مضاعف لما يبقى فيه تحالف ويبقى فيه اتباع لتنصيق ما بين المجتمعات المدنية هنقدر اللي احنا نساعد بعض وهنقدر اللي احنا نقدم الفرص ونعظم من مواردنا زي ما الدولة واقفة جنبنا لازم نقف دهرها وجنبها ونسعيدها ان احنا نحسن من بلدنا واهل بلدنا ان شاء الله نكون دلوقتي فرقة من الكبار اللاعبين في المجتمع المدنية المصري كلهم فيما يخصوا عشان نشتغل نحو هدف واحد ومحدد فده هيؤدي الى اطعاف اطعاف النواتج اللي ممكن كل حد فينا ممكن يوصلوا على الوحد احنا لو مؤسسة اقل مصر هتشتغل في الفروق زي التخصص بتاعنا مع مؤسسة بنكة عمل بشغل في الاخضية مثلا فاحنا كده احنا بنعالج هما بيوزعوا كارتين رمضان او اكل او كده كده المواطن هيوصلوا كل الخدمات بصورة منظمة واحنا هدفنا ايه في الاخر غير ان المجتمع المدني يبقى بيتعاطف مع بعض البعض يبقى بيتكامل مع بعض البعض انا بوقع رسالة لكل الناس اللي تشتغل في المجتمع الاهلي المجتمع الاهلي ده عبارة عن نواية طيبة وخطط نفسه ومحتوطة علشان تشجع الناس على انهم يصدقوا ان احنا كلنا بنكمل بعض في عملنا